سيد أرشد هورمزلو كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركية لشؤون الشرق الأوسط كثير من الأسئلة وكثير من الملفات التي أود أن أطرحها عليك لكن أود أن أبدأ من غزة وما يحدث في غزة الرئيس المصري محمد مرسي قال بأن هناك جهود وساطة لوقف إطلاق النار هل هناك جهود تركية من أجل الوساطة دعما للجهود المصرية؟ تركيا تساند موقف مصر في هذا الموضوع كما تعلمون هناك قنوات اتصال بين مصر وبين غزة وإسرائيل في نفس الوقت ولذلك فالمفروض أن تكون هذه الوساطات أو لنقل الاتصالات على هذا الجانب ولو أنني سمعت في الفترة الأخيرة أن هناك قسما من الآراء التي ترفض مثل هذه الوساطة وتريد الاستمرار في عمليات إذا بدأت العمليات البرية كما يقال أنها ستبدأ فستكون بطبيعة الحال كارثة على هذه المنطقة ونسفا مؤكدا لعملية السلام في هذه المنطقة بالنسبة لما حدث في غزة لا يمكن اعتباره إطلاقا أي طريقة للدفاع عن النفس إنها كارثة وإنها هجوم غير مبرر إطلاقا وأيضا تعد واضح على المدنيين وعلى الأملاك وكذا باعتبار أن إسرائيل التي تدعي بأنها تدافع عن نفسها فإنها لا ترد بالمثل على أي من أعدائها المقرر لهم أو المثبتين من قبلها وإنما تعتدي على الأطفال والشيوخ والنساء والممتلكات والأشار والأبنية هذا أمر لا يمكن تبريره ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال في عام 2008 عندما كانت وقعت الحرب والهجوم الإسرائيل على غزة في ذلك العام لعبت تركيا دورا مهما في الوساطة هذه المرة بسبب عدم وجود علاقات بين تركيا وإسرائيل لا نرى جهود وساطة بسبب انقطاع هذه العلاقات وهناك داخل الحكومة التركية من قال بأنه ربما حان الوقت لإعادة قنوات الاتصال الدبلوماسية مع إسرائيل وأن هذا الطلب قد تم إيصاله هل يمكن أن نشهد عودة للعلاقات التركية الإسرائيلية ولو بحجة أو لهدف التوسط لوقف إطلاق النار في غزة لاحظ أن إسرائيل قد خسرت في هذا الموضوع في أقصد العلاقات التركية والإسرائيلية بكونها قد فقدت صديقا كان ممكن الاعتماد عليها سواء في الوساطة أو في عملية إحلال للسلام كما ذكرتم في عام 2008 كانت هناك وساطات وصلت إلى حد المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل وكان ممكن أن تستمر لو لا الكارثة التي حصلت في ذلك الوقت من قبل أولمارت في هذه المسألة بالنسبة لتأسيسية العلاقات فمن الطبيعي أن لا تكون هناك وساطات من قبل تركيا لانقطاع الاتصال بين تركيا وإسرائيل ولكن الذي ذكر والذي تحدث عنه البعث بما فيهم قسم من المسؤولين الأتراك أنه ما كان يجب أن يكون أن تكون هناك قنوات اتصال وكان من الممكن أن تكون قنوات الاتصال هذه فعالة ليست لصالح العرب فقط أو لمنطقة غزة أو للغربية وإنما لصالح إسرائيل أيضا ولكن كما تعلمون إسرائيل متعنتة في هذه المسألة ولم تقبل إطلاقا بالمطالبات التركية التي كانت قد وجهت بعد أحداث سفينة مرمرة ومن هذا المنطلق لا أرى حاليا أي بارقة أمل في أن تكون هناك علاقات معينة من الممكن أن تستثمرها تركيا في هذا الاتجاه ولذلك نعول على الموقف المصري وعلى موقف الدول الحليفة والدول الصديقة الأخرى في هذا الموضوع لكي تبذل جهدها لإيقاف هذه المجزرة قبل كل شيء ولتحكيم صوت العقل قبل كل شيء أيضا لو انتقلنا إلى الملف السوري تم تشكيل قبل أيام تحالف القوى المعارضة السورية تحت مسمى الاعتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة تركيا اعترفت به ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري ولكن جاء الاعتراف التركي متأخرا بعد فرنسا وبعد الاعتراف الأمريكي بأنها تمثل المعارضة رغم أن وزير الخارجية التركي أحمد دودغلو كان حاضرا في اجتماعات الدوحة لماذا هذا التأخير وما هو الموقف من هذا الاعتلاف؟ لأن قوى المعارضة السورية تعلم موقف تركيا بصريح العبارة في هذا الموضوع كما تعلمون أخ يوسف حتى بالنسبة لكثير من النداءات التي وجهتها شخصيا كنت أقول أن أطياف المعارضة السورية يجب أن تتوحد أمام الرأي العام السوري قبل الرأي العام العالمي حتى ولذلك كان موضوع الاتفاق على قلب رجل واحد بالنسبة لقوى المعارضة والقوى الوطنية السورية أمرا مهما وتركيا قد أدلت بدلوية في هذا الموضوع ولذلك لم يكن هناك مبرر في الاستعجال في هذا الموضوع باعتبار أن موقفه كان واضح وإذا كانت فرنسا تقول أنها أول من اعترفت فذلك خير ونحن ندعو الأطراف الأخرى أيضا للاحتذاء بهذا الموقف وكذلك كما علمنا أن دول مجلس التعاون قد سندت المبادرة هذه وكذلك هناك الكثير من البلدان التي تفكر في هذا الاتجاه إذا أصبح الاتلاف الموجود حاليا معترفا به من قبل المجتمع الدولي فستكون هناك مسؤولية على طرفين على المجتمع الدولي وعلى قوى المعارضة السورية المجتمع الدولي ستكون له مسؤولية الالتزام بتأييد المعارضة السورية وبحل جيد يضمن الوحدة السورية ووحدة التراب السورية وكذلك منشآت الدولة السورية والمعارضة السورية القولة الموطنية سيكون عليها التزام أيضا لطمأنة الرأي العام الدولي في أنها ستكون في مستوى المسؤولية للحفاظ على هذه الثوابت طيب الموقف من هذا الاتلاف بالنسبة للتركية هل يمكن أن نشهد تعيين سفير كما فعلت فرنسا أم أن تركيا تفضل انتظار لحين تشكيل حكومة انتقالية سورية من قبل هذا الاتلاف أولا لا الذي يعين السفير هم السوريون ولذلك إذا كان هناك طلب في هذا الموضوع فبطبيعة الحادثة تدرس من قبل السلطات التركية بالنسبة لتعيين السفير مخوص في باريس كان أمرا نموذجيا جيدا أعتبره وقد تكون هذه نقطة انطلاقة للاعتراف باعتلاف القوى الوطنية السورية وقوى المعارضة في هذا الاتجاه وبطبيعة الحال فلكل حادث حديث كان يقال بأن تركيا متمسكة بالمجلس الوطني السوري أكثر من الاعتلاف هل أزعجكم تشكيل الاعتلاف على حساب المجلس الوطني السوري؟ إطلاقا تركيا كانت تبشر دائما بأن قوى المعارضة يجب أن تتحت ويجب أن لا تختصر على مجموعة واحدة ولذلك كانت تركيا سباقة في تأييد اتفاق الدوحة وكذلك في البيانات التي صدرت عن الاعتلاف وعن انخراط الكثير من القوى الوطنية السورية فهذا الموضوع أتمنى أن يكون هناك قسم من قادة الفكر السوري وكذلك من قوى المعارضة الأخرى سواء في الداخل أو الخارج أن تدقق في هذا الموضوع وأن تقرأ هذه الرسالة الواضحة بالنسبة للرأي العام العالمي وتتخذ مواقفها بهذا الشكل نحن في تركيا قلنا دائما أن ما يرضي السوريين هو الذي يرضينا وما يقرره الشعب السوري والقوى الوطنية السورية هي التي تحكم طريقة مساندتنا لهذا الموضوع فالقرار النهائي والأخير ولهم كيف تقرأون أنتم في تركيا وفي أنقرة هذا التوجه الأمريكي الأخير لناحية توحيد قوى المعارضة هناك من يقول بأن واشنطن ربما حسمت أمرها والآن قررت إنهاء الأزمة السورية بسرعة من خلال تسليح المعارضة من خلال توحيد صفوفها وبالتالي هي تريد حسم المشهد هل في أنقرة هذا المشهد يرى من هذه الطريقة أم أن أنقرة تقرأ التصريحات الأمريكية بشكل مختلف؟ أنا شخصيا أرى أن القرار هو قرار سوري ويجب أن يكون قرارا سوريا لا خارجيا من هذا المنطلق أيدنا المبادرات السلمية في أول الأمر وأيدنا مبادرة الجامعة العربية وأيدنا مبادرة كوفي عنان وأيدنا حتى السفير الأخضر الإبراهيمي بالرغم من فقدان الثقة فيما ستنتج عنه هذه المبادرات واعتبار الكثيرين لهذه المبادرات كمهل لسفك المزيد من الدماء على الأرض السورية من هذا المنطلق نحن نرى أن السوريين هم الذين يجب أن يقرروا أمورهم وخارطة طريقهم وأن تكون هذه الحلول محلية ومناطقية قبل أن تكون خارجية لكن الدعم الخارجي بالنسبة للأزمة السورية كما تقول المعارضة مهم جدا في حسم المشهد الحديث عن نية تركيا لشراء بطاريات باتريوت قرأ على أنه رسالة بأن تركيا بدأت تفهم أن الأزمة ستنتهي قريبا وأنها ربما تواجه خطر تهديد حرب من قبل سوريا صواريخ سكود وبالتالي هي تريد أن تحصن نفسها تجاه الموجة الأخيرة والمشهد الأخير في هذه الأزمة هل طلب صواريخ باتريوت جاء لهذا السبب؟ كلا لقد قال الرئيس عبدالله قل وقال رئيس الوزراء أردوغان في أكثر من مناسبة أن تركيا تتحسب لأسوأ الاحتمالات وليحسنها كما تعلمون لكل دولة أمنها القومي وسياستها الوطنية والقومية لحماية أراضيها وسلامة أراضيها وسلامة مواطنيها في هذا الاتجاه ولذلك يجب أن تتحسب لأسوأ الاحتمالات وإذا كانت هناك تحرشات سورية فيجب أن تعرف الإدارة السورية بأن هذه الحدود التي يمكن أن تتحرش فيها هي ليست حدود تركيا فقط وإنما هي الحدود الجنوبية لحلف شمال الأطلس تركيا دولة مؤسسة تقريبا في حلف شمال الأطلس حيث انخرطت في عام 1952 إلى الحلف كما تعلمون وهناك اتفاقية للدفاع المشترك وهناك اتفاق لحماية وهناك المادة الرابعة والمادة الخامسة وقد فعلت المادة الرابعة بالنسبة لتأييد الدول العضاء ومساندتهم لتركيا أكثر من مرة ولكن المادة الخامسة من اتفاقية واشنطن التأسيسية تنص على حماية حدود أي دولة تتعرض إلى خطر خارجي فهذه رسالة واضحة بأن اللعب بالنار واللعب بمقدرات هذه الحدود التي يجب أن تصان لا يمكن أن تمر بدون عقاب أولا ولا يمكن أن تمر بدون أن تدفع الأطراف التي تتخذ هذه الورقة بسلام لكن سيادة المستشار ما وصفته بإذا كان هناك أحد يتحرش بالأراضي التركية سوريا تقول بأن المسلحين الذين تصفهم بالإرهابيين يأتون من الأراضي التركية وأن تركيا أيضا كانت وما زالت تقصف أراضي في شمال العراق لحجة دخول إرهابيين مسلحين إليها من هناك وبالتالي هناك حجة سورية واضحة في هذا الإطار يا سيدي الحدود التركية السورية هي بطول 900 كم ولذلك قد تكون هناك حوادث معينة وقد تكون هناك مسألة انسيابية في هذه الجزء أو ذلك كما يحصل كما ذكرتم في موضوع الحدود العراقية التركية هذا لا يعني بالضرورة أن تركيا هي وراء مخطط معين في هذا الموضوع تركيا قالت دائما أنها يجب أن تحصل على قرار دولي للمجتمع الدولي في هذا الموضوع وحثت على هذا الموضوع نحن نرى أن المجتمع الدولي يجب أن يتولى مسؤوليته كاملة في هذا الموضوع حيث أن هناك مجزرة يومية تقع على الأراضي السورية ويجب الاستنجاز بالمجتمع الدولي في هذا الموضوع من يتحدث عن الحوار حاليا قلنا لهم شخصيا في رأيي أيضا أن المجتمع الدولي لم يتحدث إلى صدام حسين ولا إلى ميلسوفيتش ولا إلى أسامة بن لادن وإلى ما إلى ذلك إذا كانت هناك حالة إنسانية فقد تصرف المجتمع الدولي للحيلول في هذا الموضوع وتعلمون إتفاقية دايتون وتعلمون ما حدث في منطقة البلقان والتدخل الدولي في هذا الموضوع لحماية المدنيين وحماية الأهالي في هذه المنطقة هذا ما يحدث في سوريا حاليا ولذلك أنا أستغرب وبصريحة العبارة أخجل من الموقف الدولي حاليا الموجود إذا ما يحدث في سوريا طب لماذا رفضتم دعوة دمشق للحوار والتنسيق من أجل ضبط الحدود؟ نحن أول من دعونا إلى الحوار وإلى أن يتم الاحتكام إلى الحوار وليس إلى العنف والرصاص عند بداية هذه لا أسما كما تعلمون ولذلك لم نرفض هذا الاتجاه ولكن عندما بدأت الأزمة وعندما اصطفت تركيا إلى جانب الشعب السوري في هذا الموضوع فرأينا أن هناك قسم من المبادرات التي تهدف إلى كسب الوقت وإلى أيضا الإجهاز على قسم من مكتسبات الداخل في الأراضي السورية هي أمر لا يخصنا وإنما يخص القرار السوري بنفسه ولذلك كان الموقف التركي نابعا من هذا المنطلق سيد إرشاد هرمسلو كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركية شكرا جزيلا لك